جولة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تفقد فيها سير العمل بمشروع تطوير منطقة سوري مجرى العيون ووجه رئيس الوزراء بأن يكون العمل مستمرا طوال الوقت لتنفيذ المشروع وانهي اعمال التنسيق العام للموقع وفق المخطط المتفق عليه بما يحافظ على شكل تاريخي للمنطقة وتجول رئيس الوزراء داخل المشروع وتابع اعمال تنفيذ تشطيب وجهات العمارات وعمال اقامة المول التجاري الذي يضم مطاعم ودور سينما وجراج ومسرحا مكشوفا يقام على مساحة 51 الف متر مربع وأوضح وزير الاسكان خلال جولة رئيس مجلس الوزراء أن المشروع يشمل تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة تضم 1924 وحدة سكنية و18 وحدة تجارية وتم الانتهاء من تشطيب وجهات 73 عمارة وضمن اليات طرح المشروع للمواطنين فقد كانت البداية من نصيب المصريين في الخارج عبر طرح عمارتين ضمن مشروع بيت الوطن وتم حجزهما بالكامل واختتم رئيس الوزراء جولته بتفقد اعمال الازالات التي تتم في محيط المشروع حيث يتم ازالة مناطق السكر والليمون والجيارة وحوش النخيل ليعلن محافظ القاهرة انتهاء الازالات خلال 15 يوم وانه جاري تسكين 1660 اسرة في مشروع ارض الخيالة حماد العرب تلفزيون المصري موسيقى شكرا